السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ورحمة الله وبركاته جايب لكم اليوم فيديو جديد اللي لعبتنا في تحدي الملوك اللي لعبناها يعني قادر صادس حلقة فتوقع غطيناها بشكل جيد جربنا اللعبة نشوفها بطرقها المختلفة بطريقة اللعبة ويعني الصراحة حلوة اللعبة لكن ما أنا موفق بيها كلش ليش احنا حين راح نتعرفوا ليش اول شي انطقينا مرة ثانية شباب ليش انطقينا ما ادري فيش الناس يطقوني متوقع يبيلوتون فاول شي سوي يعني اني عالج المرضى المصابين اللي عندنا مرضى مصابين مقطوع يدينو فنعالجهم على طول ونصلح الطوفة اللي عندنا السور اللي عندنا ونطالع منه اللي هاجمنا لازم نعرف عشان فيه ثار يعني لازم اننا ناخذ الثار وراح ناخذ ثارنا هالمرة منه اللي هاجم علينا منه شسم هذا عاشق الله لا ندري شنو منه اهلا هذا ما يعرف يكفي ممكن الاعشاق ما ادري شون مكتوب اسمك المهم في طريقة اي هذا انا ما ادريك فيهم طيح نتقاض منهم بس نطالع الوحوش شنو اللي باب حينا وشنو اللي خليناه عندنا طبعا شخصياتنا في عندك المهام عنده خربة تخلصنا منهم نتعلقيهم فالحين عندي هدف ان شنو ان يخلص الاشياء في اللعبة ودي انجز في اللعبة فقال لي انه باقي لي مفاتيح او اشياء معينة لازم نطلعها فلازم نجمعهم شنو نجمعهم خلنا لعب لنا جيم من حارف القلعة سهلة حيل هذه اللعبة سيضع جنوندك بس وهم يذبحون كل شيء بنفسهم يعني ما يحتاج انك تتعب حالك وتاخذ عليها جواز حلوة حيل يعني فبسهولة خضينا الكمية اللي نبيها عشان نقدر نفتح القادة الزيادة فما نحتاج لنا لعب خطوة ثانية نطلع نروح لعب اللعبة ونشوف شنو القادة اللي يطلعون لنا ما طلع لنا شيء فس على أقل شفنا الحركة نحن سويناها مرة ثانية في بعد جواز حلوة بحالس القلعة لكن اللي نبيه اللي هو الصحراء نوقف مع ذريق هالمرة صح هالمرة معطينا قال الفصيل العاصفة هو زين وفصيل الرعد بس حسب معرفتي حق الناس اللي يلعبون اللعبة هذي الناس يبوني يلعبون مع فصيل الدمار أنا توقعت ان فصيل الدمار هو المطلوب فصح انهم قاعد ينصحون الفصيل لكن أتوقع الفصيل اللي قاعد ينصحوننا فيه من وضعاف عشان ما يبون يقوون الأعلى الفصيل في يوم دشيت فيهم فنلاحظ ان فصيلنا هو رقم واحد قاس 14 مليون على ثاني واحد فهذا قبل ما ندش فيهم طبعا الناس الفصيل التاني راح يقدرون يطقوننا ويأخذون النقاط كلها بس اننا على أقل ساهمنا ساهمنا في اللعبة فهنيا لاحظنا جنودنا حيل ما يناسبون المعركة لكن إذا قدرنا نحاجم أي أحد لقينا واحد الكنج اثنين طقينا طقي طقينا طقي سهل وطلع لي رسالة على طول انه ترى تحالفك غير نشط تبت أطلع ته شون تحالفي غير نشط أنا تحالفي السوفييت ومادري شنو ونصحيني فيه آخر شي غير نشط طلع ما فيه لا نوعي القاعد بس رأسي ورأسة الباقين منحاشر طلعوا فقررت أهم شي عندي الآن أني أطور القلاع بأخذ الجنود الجنود لفل سبعة لذا لاحظوا أن الناس عندهم مستوى سبعة أنا مستوى خمسة أطلع للجنود واجد مستوى خمسة وهكي أني أقدر عليها أطلع لها لها الفرق بين المستوى والمستوى كبير والفرق بين مستوى ستة مثلا مستوى ستة كلهم مدافعين فل دفاع مستوى سبعة فل هجوم ظاهر أنه يجب أن تفعل تشكيلة بين المشات خصوصا أن مستوى ستة درق مقاتلين ومستوى سبعة المدرعين أو العكس فلازم تنتبع على الشغل هذا إذا قاعد تطلع الجنود هذا إذا لم تنزلت اللعبة رابطها موجود بالواصل شباب نزل اللعبة خلنا نشوف شنون تقدرون أنتم تعيشون أنا 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 طق فنبتدي تجنيد الجنود المطورين خيالة ورمات ومشارف طبعا نحن نستخدم شوية قولت في المهرخ الهادي عشان نبدأ نطلع جيش نبدأ الأقل شي يحمينا شوي ونحاول نسحب لنا أكثر من شغلة عشان نشوف إذا نقدر نقاتل العداء بشكل أفضل نطور المبنى اللي عندنا نطور الأسد اللي عندنا لأن بعد دراسة التقرير درسنا تقريرهم دراسة طلع اللي غالبني نزيل نطور عند الأسد نطور عند القائد نفسه ماله نطور الأشياء لليفل عالي يعني أنا جايب لأكسندر بس لليفل 13 وهو جايب لواحد أزرق لليفل 19 الظاهر إن هذول يخرجون واختياراته كانت أصح ومثل ما تشوفون الخريطة رابع نمط الشرين وين ابو خالد وين الجماعة شباب ابو دواس وين شو السالفة هذا إيه هذا اللي طاقني أنا وريك شوف دروعة خضرة مو خضرة بيضة يعني ماي قايش وياي المفروض لكن فرق شنو إنه مستوى 31 يعني فرق المستوى أهم من فرق النوعية وجودة السلاح تزيد لفلك بس لعب واجب طبعا نحن طهرت نحن نشوف واحد جنبنا زين ما يعرف يلعب شكله جديد وقبل كان بتحالفنا مأفك الظاهر لفترة نحن ما يحد يدري نزل لك جيش خلي روح لنشوف جنودنا لفل 7 الجدد طلعنا كمية كبيرة في عشرات الآلاف من الجنود فورنا التقرير طبعا المشكلة إن المعركة لا تدري ما يصير فنلاحظ إنه ما عنده ولا جندي لكن نحن نزينا لـ 58 500 جندي كله كله الجيش الحين نحن نحن هذا جيش 46000 ونحن عندنا 48000 48000 حسب 58000 عندنا وهم 46000 بعد الحسبة نلعبها تشوف التقارير اللي عنده عنده الخبر هذا ولا لا لا نقدر غالبا إلا أن احنا أتوقع 48000 أعلى من 46000 يعني على الأقل بـ 2000 ف هل نجرب نزل نشوف تقارير يعني التار ولا العار شباب لازم أن نهجم مو نقعد يطقون الناس نطلب المساعدة عشان يبنوننا الربع بس ما كله واحد ومأفك جراح سحبت علينا جراح العيداء فجانوا التقرير شو نتهقهم بالتقرير تقرير المعركة هزيما طلع عنده 113 17000 داخل المدينة تأزلنا 40000 بس 58000 دنزيت 38000 ماتوا وهو ولا جندي خسر صفر أبذبح واحد دنزيت واحد على الأقل بالغلط من ربع هذا المنجنيق الذي لديه يحذف بالغلط ويطقه بصخرة وهو يشيل الصخرة ويطقه ظهره وتعرش وطاح على الرفيجة شيء عشان واحد بس يموت منهم لاحظ أغراض كلهم زرق 25 20 29 كلهم لفلاتهم عالية ومركز على تطوير الدفاع والأسد عنده 27 نشوف راسه أحمر أنا أبيض لين 17 فالشغلة اللي تميزة مو قوة الجنود بس القادة اللي عندهم مطورهم المستويات أعلى مركز على القادة كلهم يطور كل شيء بطريقة متساوية فيدلك على أن حتى لو يجيك أحد نفسي أنا قاعد يفسر في القول في الهبل لكن يجيك واحد يلعب اللعبة صحي يتكتكها يلعب يحسب لك شوية من هنا شوية من هنا شوية من هنا يقدر يفوز في المعركة لازم أنك يعني طبعا هنا لازم لازم فهمنا اللعبة نطور الأسد فقط طور الأسد وطور الدروع أطور كل شيء وسوي يطبق نفس اللي حاط له لكي يمكن أن أخذ أخذ ه طبعا نحن بيننا وبيننا صراع وحرب سنرى في النهاية منه لأهل الغلبة ولأن نحتاج الجنود زيادة فنطوع من تحالفنا وتبنيك ما تشوف رح لتحالف وقدم خطأ الله شباب أدي شوية كيف طاق رفيج لي ما يقول ما تطاق رفيج لا ما يصير لكن اللي قاف نشوف شو يقول لنا بس يعني هذه قصتنا في اللعبة كل ما سوينا جيش وعتقدنا نزين طاقونا حتى قلعة ميرلين هذه طاقونا فيها ما قدرنا نحتلها بس ما كلا ندش مع التحالف الصحيح وهو اللي رح يفوز نطلع جنود واجد من المدرعين ونخليهم في القلعة يحموننا ونطور السور ونحتمي وراء سورنا وإذا يعني شانت النية وصار اللعب أقشر شلنا غرابنا ونسحبنا حق مملكة ثانية يعني نضبط البعض فالله يعطيكم ملافع على المشاهدة شباب ونشكر احنا شركة الطماطم على دعمها في تسجيل السلسلة هذه شكركوا على المتابعة إن شاء الله أنكم سمتعتم معنا في ست حلقات حلوة للعبة ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته